هذا وتواصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 469 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 118 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 46 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 72 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 725 قضية من بينها 56 قضية خبز ناقص للوزن و61 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط قضايا التهرب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 18 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 133 طن ترجمة نانسي قنقر